يقول الشيخ ما أفضل الدعاء بالنسبة للحاج والمعتمر والوارد في السنة أفضل ما ورد للحاج والمعتمر التلبية فخير الدعاء دعاء عرفة خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الدعاء وأما التلبية فمن حين يحرم يعقد الإحرام يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يكرر هذا بين فترة وأخرى حتى يشرع في الطواف فإذا شرع في الطواف انتهى وقت التلبية هذا بالنسبة للمعتمر بالنسبة للحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة هذا انتهى وقت التلبية نعم أبو عبد